هنروح لموضوع تاني مهمة جداً عن إدارة النادي الأهلي النهاردة اللي بترسل خطاب للاتحاد المصر الكرة اليد الكلام ده كم من شوية قبل ما ندخل أكدت في البيان ده أو في الخطاب ده رفضها إنها تكمل مباريات الدوري والكاس لموسم 2019-2020 بقوام السنة اللي فاتت ليه؟ أولاً ده قرار بيخالف المنطق قبل أن يخالف الأعراف ولوائح المحلية والدولية ده اللي جيب الخطاب وبتعارض مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة في حيثيات الخطاب ده بيقولك ليه إدارة النادي الأهلي رفضت قرار اتحاد اليد الحقيقة كان فيه يعني كثير جداً من النقاط الرئيسية في هذا الموضوع عايز أقولها لحضركم يمكن سبق أنا أقولها لكم يعني كما جاء في نص الخطاب خطاب النادي الأهلي سبق وأن أعلن اتحاد اليد في اجتماعه مع ممثلي الأندية الموسم الماضي ابان أزمة كورونا عن عدم استكمال مصابقات الموسم وكان ممثلاً نادي الأهلي الوحيد في ذات الاجتماع الذي طلب التأكيد على رفض ناديه لإلغاء المصابقات وضرورة استكمال بطولتين الدوري والكاس قام اتحاد اليد قام اتحاد اليد بتعديل موقفه خلال اجتماعه مع ممثلي أندية دور المحترفين الذي جرى يوم الأربعاء 16-29-20 بمجمع حمام السباحة باستاذ القاهرة وأعلن أنه سوف يستكمل أو تستكمل مباريات الموسم الماضي بالقوائم الجديدة مثل ما جرى في كل الاتحادات الرياضية التي قامت باستكمال مباريات الموسم الماضي في مواعيدة لاحقة بموعد فتح القيد للموسم الجديد عاد اتحاد اليد وأعلن أنه قرر استكمال مسابقات الموسم 2019-2020 بقوائم الموسم الماضي لأسباب لا يزال يتحفظ بها لنفسه وقام النادي الأهلي بالرد على اتحاد اليد في خطاب يوم التسع عشر شهر 11-2020 سرد فيه أسباب رفضه لهذا القرار الذي لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية ولم يتلقى الأهلي أي رد حتى تاريخه يعني لحد دلوقتي النادي الأهلي لم يتلقى من اتحاد اليد أي رد على أنت بتلعب بقوائم الموسم اللي فات بعدما خلت قوائم الأندية الحالية من يعني دي حاجة مش مفقا تلعب بمين حاجة عن لوجيك خالص يعني بنتكلم على مستوى يعني أولا نرجع من اللي أنت قلت يا سام بس عشان السادة المشاهدين كمان يفهموا بالضبط اللي حصل إن السنة اللي فاتت كان طبعا اتحاد القرى لليد كان قال لك خلاص احنا هنلغي المسابقة كان النادي الوحيد اللي قال لك لا يا جماعة نستكمل المسابقة وحضراتك وفاكرين أول ما رجع قرار عودة الدوري بعدها بأسبوع أو بعدها بتلتة يام قال لك خلاص هنرجع كمان مسابقة كرة اليد كان قال لك هنرجع بالقوائم الجديدة وده اللي وافع للنادي الأهلي يعني الأهلي الأول كان أول الرافضين لعملية الغغاء ثم اتحاد كرة اليد قال لك احنا خلاص هنبدأ الموسم بالقوائم الجديدة فالنادي الأهلي رحب بكده المفاجأة بقى اللي قال لك لا ده احنا هنعمل الموسم اللي فات بالقوائم القديمة طيب القوائم القديمة طيب النادي الأهلي ماشى سبع لعيبة طيب القوائم القديمة ازاي واذا كان عندنا لعيبة مشت عملوا ترانسفير ممكن يكون فيه لعيبة جات فالأمور مش طبيعية وان بروفيشنال ليها أغراض ما بين قسين فيه علامة استفهام الله أعلم لكن القرار نفسه قرار مش يعني مش منطقي قرار غير رياضي لانك تلعب موسم بعد ما اللعيبة مشت تقول له لا طب هات اللعيبة تاني طب هنجيب اللعيبة ازاي يعني لعيب تعاقد مع بعض الأندية كان عندنا بعض المحترفين رجعوا لبلادهم هل من المنطق والمعقول يبقى النادي الأهلي يبعد واحد مش يرحى اي بلد يقول له طب تعال عشان هنكمل الموسم الفات يعني كلام غير منطقي وكلام صعب جدا جدا يتطبق وكان يعني بيان النادي الأهلي في بعض النقاط الطبيعية اللوجيك اللي لازم اتحاد الكرة لكل الكرة اليد ان هم لازم يجاوبوا على الكلام دوت وخلينا نقول تخبط الى حد كبير في يعني كلنا كنا فرحانين بمستوى لعبتنا في كاس العالم لكرة اليد قد ايه كانوا ابطال لكن على مستوى ما بعد كاس العالم اعتقد فيه نوع من انواع التخبط شوية بعض المشاكل لكن النادي الأهلي دايما بالبيان دوت بيبين اديه ان احنا بيري بروفشنال البيان ده بيقول لا يعني بيرفد تماما عودة يعني مسابقة الكرة اليد بالقوائم القديمة لانه مش لوجك القوائم القديمة القوائم القديمة دي فيه لعيبة تم الاستغناء عنها فيه لعيبة تمت اعارتها فيه لعيبة تم باعها فانت هتلعب بمين هو ده يعني اسألة غريبة جدا مطروحة كمان يعني المفروض اللي كتب اللي بيطلع دايما عندنا مشكلة يا سيام اللي بيطلع القرار وبيطلع قراره خلاص طب تدعيات القرار دي ايه يعني فيه بعض قرارات في اتحاد الكرة بتطلع وبعدين بعدها بيومين لأ بترجع في قراراتها فخلينا نتكلم زي التراجع عن استقل هو بتاعه رص الأجانب ده يعني بيكلم على بعض القرارات اربو ان الناس تشتغل يعني عايز تطلع قرار اللي لازم تدرسه شوية لازم هذا القرار يكون متلائم مع الاندية ما بكلمش عن نادي الاهلي متلائم مع كل الاندية على مستوى واحد لازم ده يكون في مصلحة اللعبة نفسها هل في مصلحة كورت اليد او ضرر على كورت اليد نفتك النادي الاهلي كان مصمم ان البطولة تتلعب وان المسابقة تقام ويعني خلينا نقول يعني بهذا البيان النادي الاهلي يعني بيحط بعض الاسئلة وعايزين رد من اتحاد الكرة لكورت اليد على هذه الاسئلة الكتيرة هو النادي الاهلي طبعا يعني عشان حضراتكم برضو تعرفوا في استكمال او في ختم خطابه هو رحب ان يستكمل مباريات الموسم اللي فات بالقوام الجديدة وبالشكل اللي بيحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية المتنفسة في هذه اللعبة واكيد بيتحفظ بحقه في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدى كل الجهات المعنية للحفاظ اكيد على حقوقه الفنية والادبية فيه ازمة كبيرة وتصرف غريب من اتحاد كرة اليد ازاي عايز يستكمل مصابقة بقايمة الموسم اللي فات اللي مش موجودة هنقول تاني الاهلي عنده زي ما قلتلك لعيبة تم الاستغناء عنها لعيبة تمت اعارض لعيبة مش موجودة فبالتأكيد اللاعبين مشوا خارج البلاد حتى فينا السفرة يعني عندهم مرتباطات رسمية فازاي الاهلي هيقدر يستعين من اول يوم انت عندك كمان ازمة كورونا ومع عودة جميع الدوريات ازاي هترجع تأجيب واصلا مش لوجيك لعيب بنشي من عندي عند اعارة او انا باعت لعيب او اللعيب خلاص مش من عندي ارجع اقول له لا تب تعالى عشان هنستكمل الموسم اللي فات بنفس القوائم فاعتقد ده موضوع غير اللوجيك والنادي الاهلي كان محق تماما تاني بنقول ده لحق الاندية كلها حق النادي الاهلي طبعا بيدافع عن حقه ولكن ده في مصلحة اللعبة جماعين